قبل زفافها بأيام قتلوها مع جدتها أعمام يقتلون بنت أخيهم وجدتها رميا بالرصاص ثم يصوبون خوالها وأشقيقها حدثة بشعة حصلت في مدينة الصدر ببغداد والسبب خلاف على ضرب طفل صغير والرواية الكاملة تروى على لسان والدة العروس وخالها المصاب ضربوا أبني ورح أتفاهموا إياهم هذا المنتظر طلع المندغية عليها طق قاني وطق عباسنا طق والدي نعم وطق نورة ابن التختي وطق حسن ابن أختي كلهم طشراهم بالبيت أمي ست طلقات أمي شفتاني يعني أمي حتى مخبل قاعم أنا باوعي أمي أمي صارت يعني كلش انتهت أمي بنت ثلاث طلقات سوأت لهم هات شي وصاعة ضربين بصابحة وعدت الحلقة مانتها مقصورة بطبط بطبط فقيرة مات عروس بعد خمسة يام وتتزوج والله عائلة فجعت بخمسة أفراد بين قتيل وجريح ولسبب بسيط فق حديثهم الأعمام هاربون لغاية الآن والعائلة المفجوعة تطالب بسرعته القائل قبض عليهم وإعدامهم نحن طلابا بعدامهم والله العظيم بعدامهم إن شاء الله يكونوا يلزمون الله يكونوا يلزمون الله يكذهم هم مشاردين هسه ناشد رئيس الوزراء محمد الشياء السوداني أريد عدامها نحن أريد عدامها الحادثة هي الثانية في بغداد بعد حادثة اليوسفية خلال أسبوع واحد جرائم تتزايد بشكل مقلق بين العوائل المتصاهرة ولأسباب تكاد في بعضها لا تذكر من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر